موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 كريت نيو اكاونت. بتظهر لي البيانات بتاعت الرسالة بتاعي. طبعا. بيقول لي البيانات ما يهمني جيك بس. لا يهمني كل الموضوع ده. الدومين. دومين نيم. سيء مسلا احنا هنعمل دومين باسم يوسف دوت كوم. مجرد ما انا كتبت يوسف دوت كوم هو تلقائه ديني ليوزر نيم. عايز تفيره برضو في ايديك ما فيش مشكلة. اه ده امر طبيعي. يعني يفضل لك تتركه كما هو. اه بس طبعا مش هي اصل على حاجة. حتى لو غيرت وحضفت اي حاجة او كلام ده مش هيف مش هيغير اي شيء. الباسورد لو عندك باسورد جاهز احطها هنا. بس يريد تكون او تعمل تعمل وتختار نوع الباسورد اللي انت عايزها. طولها كام. اه تحتوي على حروف كابتل وسمول. اه تحتوي على رموز. انا افضل دايما ان هي تبقى اه نمبرز وحروف كبيرة. خلاص لان فيه ناس كتير اوه ممكن بتتلقبط في في الصينز. بتبقاش عارفة تجيبها منين يعني. وتفر يعني. مع ان اصلا كل الناس مفروض بتاخد الديتا كلها كوباست وتتعمل عليها. ايا ان كان. بعمل اي هاف كوبيد زيس باسورد دايما انت بيأكد عليك انك انت خدت الباسورد دي كوبي. خلاص? وتحطها. خلاص? انك انت في مكان خارج عشان لو نسيتها مش تعرف تخش على الكنترول بانيل. طبعا ده ما فيش مشكلة فيه هنا. يعني ممكن تقدر تغير باسورد في اي وقت من خلال ال ايه? اه 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 يوس باسورد. اتنقلت الباسورد في الان? في الاتنين هنا. بتحط الايميل الخاص بيك. زي مسلا انا بكتب ايميل. مسلا اه 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 اكس واي زت دوت كوم. ده الايميل الشخصي برسونا اللي ممكن يبقى على جودادي على جوجل على ايميل شخصي على اياه اي ايميل في اي مكان في الدنيا يعني حتى لو ايميل خارجي يعني. دي البيانات الرأسية الخاصة ببياناتك واليوزر والباسورد والايميل بتاعك. هنخش في الجزء الثاني اللي هو ايه؟ تشوز باكتش. الباكتش عندنا عبارة عن هكتين. ايما باكتش جاهزة اصلا انت عاملها مسبقا. عاملها من الجزء الاد باكتش وضفتها. خلاص. عش كده هتلاقيها تظهر لك هنا. او انك انت لسه ما ضفتش باكتش جديدة. فتخش هنا تعمل سليكت اوبشن مانيولي. فهي بتطلع لك كل البيانات اللي انت هتبتدي ايه؟ تضفها سي. انا ممكن في البداية ما كنتش عامل مسلا جديدة. لسه هخش اضيف باكتش من الاول واعمله كلامنا كله. انا ممكن انه من هنا خلاص او سيف مانيول سيتينج از باكتش. تدي له اسم جديد خلاص. اوكي اهو هنسميه آآ 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 دي الباكتش الجديدة. مثلا انت هنا هتقول له والله انا عايز اخلي المساحة بتاعتي الف ارب وعشرين جيجا. اه الف ارب وعشرين ميجا سوري. هنا بالكياس هنا بالميجا. يفضل دايما احنا بنحط المسافة بيبقى. وتبرا يعني انت عايز تحط عشر جيجا ترافيك. ده الباندويتس الشهري. كل البيانات المتبقية دي. انت برحتك. حسب اصلا السيرفر او اللي انت واخدها. هل هو بيسمح بايميلات كتيرة ولا لأ? هل بيسمح بكوتة ماكسيمام كوتة للايميل لكل ايميل بشكل ما في سيرفرات للأسف بتعمل ده. آآ في ايميل لست نمبر لعدد معاين للايميل لسنج. اللي برضو. اللي هي الميسيكل. في حاجة تانية انت دي في اديك انت لانه ممكن لا بعرفش. انت بتتعامل مع العمل لانه زي. يعني سي مثلا انت بتقول له ماركت دوميني يقدر يضيف دومين تاني. بجانب الدوميني الرئيسي. ده على نفس السي بانل. في معظم الشركات او معظم الهوستنج او هيرو الكلام ده كله بنخلي دومين بيرسونان او فردي انت انت برحتك يعني دي منك حسب انت ادارة شغلك حسب تسعيرك ازاي حاجات دي كلها تبقى آآ موجودة يعني. دي في اديك. خلاص طيب. في اي حاجات تانية. الحاجات التانية في المال هذه المالها جهة التانية بمالهاش أي علاقة للاستي C interests ما بتغيرش ل問ه بتغير عندك ог rouge. بد ook میحس احدد لغة معين ملعب LIKE Asian member make as you like انت تختار العميل بتاعك بتقوله عربي على اصف انت ممكن تخش اه تختار اللغة العربية دي الديفولت بتاعت الايه الكنترول بانيل لو انت عايز تغيرها اه دي اه دي اه دي اه دي اه دي اه دي حاجة كده موجودة من ضمن اله اه يعني حاجة كده فري لعيزن بنابت تشيك على الاسبام اول بقول انيبو الاسبام بوكس انه هو بيفالتر الاسبام عادي وطبعا لها تفاصيل جهة بالنسبة لل بالنسبة للميلز هنا بناخد كل الابشن اوتماتيك ديكتك كونيكشن ريكو دير اش كده بيقولك ريكميندن لو انت برابط بياناتك على اه 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 هو طبعا ما بيضيفش البيانات بيخليك انت تضيف البيانات مانيول اه دي النيم سيرفر اه اللي بتاعت السيرفر الحالي خلاص دي دي كلها دي بيانات هتاخدهم وتحط في النيم سيرفر بتاع الدومين اللي هيربط الدومين بالايه بالاكاونت هنا او على السيرفر ده اه خلاص اوكي انا هدوس هنا كريت و هنشوف البيانات اللي هتطلع معي شكلها ايه هو بدأ ان هو يعمل هون يكاريت نيو اكاونت طبعا احنا عارفين ان ده سيرفر لينكس فبخش يكاريت على الاباتش سيرفر اه خلاص اوكي كده اقضل كده احنا كريتنا الاكاونت بتاعنا لو انت سي مسلا ما كنتش حافظ البيانات قبل كده و ما كنتش واخد اليوزر نيم والباسورد اللي انت هتتكوننط بيهم خلاص دي ببساطة شديدة ممكن اتخدهم كالادي اهو البيانات هاي موجودة اهو كوبي خلاص و ادي بيست البيانات طبعا ده اليوزر والباسورد هم موجودين ده مش هميمني مش ملوش لازمة معي خلاص ادي اليوزر و ادي الدومين طيب هنا الكنترول باني اللي هيخش عليها بناخد الكنترول باني الرئيسي اللي فوق دي كلها و ادي كوبي ونضفها هنا بس بنغير بدل سبعة انا خليها ثلاثة لان سبعة عشرين عشرين سبعة وتمانين دي الخاصة بال بالاكسس على الايه السيرفر لو انت حاولتت لوجين بدول شايدين ما فيش فيش يوزر لانك انت مش لسيرفر ولا سيرفر سيلر انت كنت سيبانل عادية و هنلوجين بها ازاي دي الوقت هتعرف خلاص اوكي كده ايه الاكاونت بتاعي ريدي ودن اوكي خلاص انا هخرج من هنا لوجين خلاص خرجنا هو ارجعك على مين على نشوف احنا هنغير بس رقم تلاتة هنا ونضيف ايه تغيرت تماما وبقت ايه سيبانل هناخد اليوزر بتاعنا وهنخش هناخد السيروزر هناخد السيروزر بتاعنا لاحظوا انك ما تاخدش مسافة لقابل ولا بعض اوه لازم انك انت تاخد تتأكد انك انت لما حتى تعمل دابل كليك او بيعلم كلهم بدون سبيسس بس ايه برضو تكون حريص انك انت ايه باست بعد كده ايه او بدأ ايه خلاص احنا عملنا الاكاونت بتاعنا والايه والكنترول بتاعتنا خلاص موضوع بسيط وسهل فيش اي تفيت عقديدات ودي البيانات اللي احنا عملناها اللي احنا اخدناها عندنا اضافي المساحة بتاعتنا واحد جيجا خلاص الترافيك باندويتس عشر جيجا ممكن تخليها عشرين خمستاشر واتفق حسب السيرفر اللي عندك وحسب تأسيمتك دي مسألة ادارية خاصة بك انت يعني انت اللي تحدد المساحة والترافيك والادان دومينز وكل التفاصيل اللي احنا عملنا دي كلها دي ترجع لك انت حدد فيها زي ما انت عايز وحسب ما انت بتحسب العميل اللي عندك هيكون ادينا موضوع ازاي او حسب ما انت يعني ايه حاسب حاسس يعني او طالب انك انت تقسم تقسيم شغلك ازاي لحاجة ترجع لك اوكي طبعا احنا ده الدرس بتاعنا اول درس ان شاء الله بإذن الله هنبتدي نكمل بقية شرح اللي هنخش بعد كده في كل التفاصيل الخاصة بالسيبانيل ونشرح فيها زي ما طبعا ما تسيبش السيبانيل موجودة لازم تعمل لوك اوت و بعد كده ايه اتبتي دي تخرج خلاص اللمت خلق لا بسبب خلق اشتركوا في القناة